موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم بكل خير دمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاة أردنية يسعدنا أن نلتقي ومن هنا من الزرقاء الحبيبة وتحديدا في حي معصوم ومن شارع مكة ونحن الآن في الضيافة معرض طول كرم للسيراميك والأدوات الصحية العائد للسيد فراز غازي سرحان المعروف بأبو معتز أبو معتز مساء الخير مساء النور حبيب الله يسر أبو معتز وكما جرت العادة في برنامجنا الوطني الكبير كفاة أردنية أن نبدأ منذ البدايات أين ولدت ما تدرست وكيف جاء العمل في هذا القطاع المهني الكبير أول شي بحب أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام أنا انولدت في الزرقاء عام 1970 نعم درست في مدارس الزرقاء الجدائية والثانوية مدرست الشاملة بعد ذلك درست محاسبة أنهيت في 1991 درست محاسبة بعدها توجهت للقطاع التجارة كنت أشطل في محل تجاري صغير محل مواد بناء بعد هيك تطورت الأمور شوي شوي عندي حتى إيش أن أصبحت أشريك في هذا المحل جميل جميل بعد ما أصبحت أشريك في هذا المحل صرت أطور في المحل هذا كنا يعني مقتصرين بس على مواد البناء والأدوات الصحية فتحنا محل مواد بناء ثاني اللي هو السراميك والأطقم الحمامات والأمور زي هيك بعد هيك انطلقنا فتحنا محل جملي في الوحدات ما شاء الله فهسا الحمد لله رب العالمين أننا محل جملي في الوحدات وفتحنا مكتب استراءات التصدير حاليا نشطل عليهم ونستورد بضاعة من بره الفضل الله أزوجه ممتاز جدا راحة التسلسل التي جاء لم يأتي من فوق لتحت جاي من تحت لفوق بدأت موظف بسيط في مواد بناء ثم أصبحت شريكا إذن كان لديك الطموح شو صديقي في الشيء يعني إنسان بيجي من فراغ بدك انت في هاي الدنيا بدك تشتغل ما بك تطلع تلاقي مثلا لجم جاهزي بيجي تتعب فيها بيجي تطور حالك شوي شوي تكون خبرتك وتتطور وكون عندك طموح للأمام أنت ما تطلع للي وراء وتطلع مثلا لواحد أكبر منك إن كيف بدي أوصل له لا أنت بتوصل توصل شوي 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 مع صبرك على وقت على نفسك واشتغل على نفسك صح وبدك تتعب وتشتغل على نفسك صح بتصير أما إذن واحد بديو مثلا يجلس ويقول مثلا هون بتجيني للشغل وهون أنا خلص خلصت وما بقدرش أكثر من هيك هذا مش طموح اسمه يعني هذا حياته معته أصبحت من عدم صحيح صدق أبو معتز يعني هذا كلام جميل يجب أن يكون للشباب طموح بحيث أنه يكون خط المسير له دائما للأعلى وللأمام ماذا تقول إذن لأبنائنا من أجل حذهم على العمل والعطاء شبابنا يعني شوف صديقي هس أي عن نعائي مثلا الطالب فينا مثلا ممكن يفشل طالب التوجيهي أو طالب الإعدادي أو أي طالب إذا أنت فشلت في دراستك مش شرط أنه كل الناس تصير مهندسين أو الأطباء في عندنا صناعية في عندنا التجار في عندنا يعني في عندك صناعات كثير بتدر أحسن من إذا بدك إراد مادي أحسن من من اللي بيدرس قاعد صحيح أنا في صناعة اليوم مثلا أشتر سنة أرد سنتي بجاء أرد غير صنعتي هذه الأشي يعني ما يعني ما بدي ما بيعطيك شغلة كويسة وبتظلك زي ما بحكيها قليل النط قليل السيد كثير النط قليل السيد قليل السيد فبالتالي إذا بيركز في شغلة معينة يعني بيطلع منه إشي كثير ويستطيع أن يطور من كفاءته فيها طبعا إشي طبيعي جميل جدا إذن هذه من أفضل النصائح سيدي الآن دعنا نتكلم عن طول كرم للسيراميك وطول كرم للأدوات الصحية يعني بماذا تبيعون وتتاجرون الأنواع التي لديكم هل هناك صناعات محلية أم كلها مستوردة كيف تجد مستوى الأسعار ما بين هذه وتلك والله سيدي نحن نركز على بضاعة مثلا المحلية مثلا بضاعة البلاستيك الصرف الصحي اللي هي الصناعات الوطنية مثلا هستعدنا مثلا اللي هو الصحي اللي مركزين على البضاع الإيطالية لأنها المرغوبة في السوق يعني فش أننا بديل فيها الأردني اللي هي حاسيات والأمور زيكها جميل أو مثلا الباي بالشبكات الصحية هاي فيشي له شبكات اللغير السعودية مثلا أو الإيطالية هاي مركزين عليها من إيطالية أو من سعودية أما من ناحية سيراميك مثلا على الصيني على الإسباني على التركي الأمور زيكها أستوى الأردني والله ما ظل في أردني مصانع محلية أردنية في السراميك وفي الخزف ما ظل لأنه انتهوا بكون التكلفة الانتاج غالية والتشغيرية غالية فبالتالي ما بنتجوا بناها جميل جميل مستوى الأسعار طبعا هناك حركة من التنافس ما بين المعارض رغم أنه نفس السلعة أو نفس المنشأ للسلعة كيف تقدمون عروضكم للمسالكين فنحن بسوق محلي السوق المحلي يظلون سوق ضيق كل الأسعار مكشوفة مثلا يكون الزبون عارف أن هذا سعر أكثر من التاجر ها قداش حال هنا يكون عارف أن هذا سيراميك خمس لرات أو خمس ورص يمكن أن يسيره مثلا بربعمائة أو خمس ورص سيراميك بلف عمان والزرقة حتى يحاول أفضل سعر حتى يحصل على أقرب سعر يشوفوا له مناسب إذن هناك أفضل سعر وأفضل تعامل يمكن بالضبط هو السعر والتعامل أفضل شيء بس يجمالا يعني تحكي بشكل عام مثلا كربحية سيراميك أو كربحية مواد بناء أو هذا إلى حد محدود يعني هامي شيء بسيط هامي شيء بسيط يعني ولكن ربنا ببارك في القليل أه طبعا البركة من رب العباد جميل جدا الحركة التجارية لديكم هل هناك بها أي مشاكل يعني الشكات الحمد لله رب العالمين من ناحية حركة شوف أحكي لك شالي دائما الواحد حركة ما بين مد و جزر يعني ما بين بتشد شوي بترخي شوي وهذا والأمور الحمد لله رب العالمين من ناحية بشكل عام بالفضل لله منتازي يعني جميل أما من ناحية مثلا شكات ومعاملات ومرتجعات هاي من عاني منها كثير يعني الصحيح يعني حتى احنا من ياريت لو مثلا القانون يتعامل مع الشكات بشكل أجزم من هيك كما كان سابقا بإنه الشك أكثر كما ما كان سابقا لأن الشك هسنا مثلا لو بدرجع لك شك عند واحد بدك تقدمه فيه بيقول لك أنا بخصط لك يا خمسة خمسة ولا عشرة عشرة في المحن وبالتالي وممكن بعد سنتين وبعد ثلاثة هذا الإشي لازم يكون يعني الشك لازم يكون محترم أكثر من هيك ولازم يكون رادع للي بكتب شكات من غير رصيد أكثر من هيك صدق صدق هذا حتى تحمي التاجر حتى التاجر يظلوا واقف لأنه احنا حتى يستمر احنا اقتصاد البلد يعني أصلا صح صدق 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 هل هناك من معيقات أخرى يعني بتحب أنك أو بتواجهك بعض المعيقات لا هي بتجوز يعني هي مش إعاقة هي يعني لو إنهم مثلا ضريبة المبيعات يحددون إياها مثلا زي ضريبة الدخل يحطون إياها بحد محدود في معاملة مثلا محاسبية معينة إنه عليك ضريبة الدخل مثلا كذا وكذا وبيطلع عليك كل سنة ضريبة مبيعات كذا وكذا حتى ممكن مثلا يريحون من مسك الدفاتر ممكن يريحون من قضية المحاسبين لأنه برضو بدك مثلا بدك ضريبة المبيعات بدك يكون عندك مسك حسابات وبدك يكون عندك حسابات دقيقة فبتبلشك فشلات كثيرة فممكن لو إنهم يحطون إياها مثلا ضريبة مقطوعة على أي محل يقيموهم في كذا معين في صقف معين بكون برضو منتاج وبتكون أفضل للتعامل وأسرع وأسلس وأريح وبتحط كيش في حالي وأسرع في الإنجاز أبو معتز أرجو أن توضح لسيد المشاهدين العنوان لهذه المعارض معرض طول كريم لسيراميك والأدوات الصحية أيضا إحنا معرض طول كريم للسيراميك منه بدون دوار هيماصوم 200 متر على اليمين ومعرض محلات طول كريم للدوات الصحية بتبع 200 متر عن دوار هيماصوم على الشمال وإحنا جايين من الدوار أبو معتز الأمن والأمان وهذه النعمة التي نعيش هنا في الأردن والتي نحمد الله عليها كثيرا ما هي الرسالة التي تود أن تقدمها لأبناء هذا الوطن الكبير أول شيء يجري أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة لأن هذه النعمة كبيرة جدا 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 خاصة إحنا في منطقتنا الشرق الأوسط نعم يعني إحنا محواطين بالكامل في بلدان لا ينعم ولا بنعمة الأمن ولا الأمان وإحنا نفضل لله عز وجل اللهم لك الحمد على هذه النعمة طبعا هذه النعمة من نشكر الله عز وجل عليها ومن ثم قائد جلالة الملك الأعظم لأنه بحكمته وبحكمته مدبر أمورنا بصدق يعني بشكل إحنا ما بنعرف فيه بس هو بشتغل فينا بشتغل قاعد وبحط فينا على بر أمان الحمد لله وذلك الفضل لله عز وجل جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين الملك المعظم يعني إدارة حكيمة بعد نظر حكمة يعني والحمد لله يقود بلاد نحو بر الأمان دائما نعم الحمد لله وأيضا نضيف على ذلك نضيف على ذلك طبعا قواتنا المسلحة الأردنية الهاشمة الباسلة اللي هي بتصهر عليه على أمننا وعلى اطمناننا وعلى راحتنا همي والأمن الداخلي الأمن العام والأجزة الأمنية والجهاز الاستخبارات والمخابرات كلهم يعني شكر يعني لو نظن هذول الجماعة نشكر فيهم سبحان الله ما من فيهم حقنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله وإحنا هذول يعني واجب علينا شكرهم الصدق يعني أكيد وأيضا لا ننسى يعني وعي المواطن الأردني ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة الطاهرة لأنه استدرك ما يجري حوله وحافظ على هذه النعمة سيدي مواطننا سيدي عزيز يعني عنده عقلية واعية في الأمور اللي بتدارك حواليه قاعدة وعارف شو اللي يصير فيه فإحنا متعايشين في هالبلد يعني جوز سبعة ثمن جنسيات والكل فينا مستوعب الثاني والكل عارف شو هذا حقوقه وشو واجباته فبالتالي عارفين الحمد لله يا رب العالمين شو كيف ننتج وكيف ننتج وكيف ننتعيش وكيف ننتعايش مع الناس والفضل لله عز وجل عايشين ومتعايشين مع الجنسيات مع ولاد بلدنا ومع ولاد يعني جلدتنا من الجالة العربية وعايشين معهم مطمئنين وحن فضل لله عز وجل وكل لاتنا بأمن وأمان ونعم وخير وفضل لله عز وجل اللي بقدم النياقات لأنه فعلا يعني أكثر من ذلك شو نحكيره يعني نطلب منه شي ما بنطلب منه غير النعمة يظلها زي ما هي علينا الفضل لله الحمد لله وأنه يديم عليه الصحة والعافية دائما طبعا الله يديم عليه الصحة والعافية هو كل الهل الهاشمية آمين يا رب العالمين اسمح لي أن أصافحك وأقدم لك كل تحفظ أقدير على هذا اللقاء الطيب وهذه الكلمات الكبيرة المعنى أبو معتز سيد فراس غازي سرحان المؤسس والمدير العام لمعرض الكلمة السيراميك والأدوات السحية الكائن في الزرقاء وفي شارع مكة تحديدا في حي معصوم من هذه المدينة العريقة الزرقاء نقدم لك كل تحفظ أقدير كما اسمح لي أن أنوه لسادة المشاهدين بأن السيد فراس غازي سرحان أبو معتز شخصيا دعم هذا البرنامج الوطن كبير دعما ماديا من أجل النجاح والاستبرار في تقديم مثل هذه الحلقات أشكرك جزا تشبر سيدا أشكرك أيها شوالله أشكرك جزا تشبر سيدا أشكرك أشكرك جزا تشبر سيدا أشكرك اشتركوا في القناة